كابتن عادل من وجهة نظرك برضو المباراة اللي لعبناها لعبنا ست مباراة تمبالح ومبالح مباراتين والنهاردة اربعة ايه رأي حضرتك؟ يعني عاوز اقولك احنا اكتشفنا ان شمال افريقيا تفوق على فارق بفارق اه يعني بدليل انك انت بتتكلم على التصنيف الاول افريقيا مغرب جزاير تونس وممكن كانت مصر لو لعبت مباراة ودية كان يبقى اربع فرق من الخمسة الاوائل كانوا هيبقى شمال افريقيا شوفنا المباراة الاولانية الكاميرون بحكم الملعب الكاميرون مش الكاميرون اللي احنا عارفينها بمستوى الكبير باللعيب الاسماء الكبير قوي يمكن نجوم الكاميرون بيلعبه في الدور السعودي وبيلعبه في الدوريات العربية كنا زمان بنشوف اللعبة الكاميرون كلهم بيلعبه في اعلى اندية في العالم المباراة اللي انا شفتها عارف يتقل ايه يا كابتن اسلام يتقل الخطوات اللي هي بتاعت المكسب التلاتة بونت بس كل فرق عايز تعمل كده يمكن الكاميرون كسب باثنين بنالتي النهاردة السنغال كسب ببنالتي وما كانش ممكن يكسب كان ممكن تطلع على نتيجة عادل الحاجة اللي طمنتنا قوي انه حتى الفرق المستوى الاول في المتناول الرابط العملية يعني علشان هنبرمي على كاس العالم يعني بعد ولكن المباراة بدأة البداية الطبعية للبطولات الأفريقية ولكن البطولة دي هتبقى فيها شبه اجهاد لان معظم اللعيبة بيلعبوا في دوريات مضغوطة قبل ما ييجوا لا رغم ان انت مش في اخر السنة انت في نص السنة ولكن كنت ارجع للقورونا وارجع للقبل كده فيه مشاكل كتير او لغيابات لعيبة هي تبقى التنظيم والحظ بمعنى الفرق اللي هتعرف تحافظ على معسكرها كويس الفرق اللي هتقدر تطاقي نفسها من القورونا والحاجات وما يبقاش عندها يعني النهاردة على سبيل المثال فرقة المغرب من اقوى الفرق العربية والافريقية في الوقت الحالي عندها تلات لعيبة الفرودة تلاتة اللي هنفروت بتاعهم التلاتة ما لعبوش النهاردة علشان القورونا فانت لو في حفاظ كويس من القورونا لقدر الله يعني لو اللعيبة جالها قورونا ممكن تلاقي فرقة غاب منها سبعة تمانية تسع لعيبة عشان كده المستويات البداية بتاعتها هتبصت تلاقي فيها تغييرات كتير قوي هتبصت تلاقي فرق بتلعب مباراة جيدة والمباراة اللي بعدها اقل المباراة اللي بعدها اقل المباراة اللي ممكن تعلى تاني وممكن تنزل يعني مش هيبقى فيه ارتفاع نصق زي ما بيقولوا هيبقى فيه يعني تضارف المباراة كويسة ومباراة غير جيدة يعني